السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله خير من صار البوادي وخطب النوادي قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر وشرف برسالته المنابر أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم مع الختام في سلسلة في ظل عرش الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب اليوم مع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدخل تحت قوله الرجل المرأة امرأة ذكرت ربها دون أن يراها الناس فإذا بها عندما ذكرت ربها في خلوة ففاضت عيناها خشية من الله وخوفا من الله فإذا هذه المرأة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله هذه المرأة في أمان يوم يفزع الناس وهذا الرجل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأمن يوم يخاف الناس لأنه في ظل عرش الرحمن اللهم اجعلني وإياكم منهم آمين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه جمع لهذا الرجل الذكرى أي أنه من الذاكرين ممن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذا الرجل وهذه المرأة انطبق عليهما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه عندما يشتد حر الشمس في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الشمس على مقدار ميل الناس قد غرقوا في عرقهم فمنهم من ألجمه العرق ومنهم من بلغ إلى حقويه ومنهم من بلغ إلى ركبتيه ومنهم من بلغ إلى قدميه وهناك من كان في أمان لا يلجمه العرق لأنه في ظل عرش الرحمن هذا الرجل ذكر الله خاليا دون أن يراه الناس ودون أن يطلع عليه أحد من الناس إنما يطلع عليه من؟ الله رب الناس كذلك ففاضت عيناه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم البكاء من خشية الله له أقسام من هذه الأقسام القسم الأول البكاء من خشية الله القسم الثاني البكاء طمعا فيما عند الله القسم الثالث البكاء رحمة بما تراه أما القسم الأول وهو البكاء من خشية الله فها هو الفاروق عمر يمر على الرعية في ليلة من الليالي فإذا به يسمع رجلا يرتل القرآن في قيام الليل ويقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا عندها أغشى عليه أغمي عليه سم حمل إلى البيت وعاده الصحابة شهرا لأنه تأثر خوفا من الله وتأثر من خشية الله في علاه أخي الحبيب بالله عليك منذ متى وأنت لم تزرف هذه العين بكاءا وخشية من الله عز وجل منذ متى وأنت لم تقتلي بربك وتقول يا رب أنا صاحب الذنب وأنت سترت العيب فاغفر لي ذنبي وتب علي وارحمني واحشرني في زمرة الموحدين واحشرني في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله القسم الثاني البكاء طمعا فيما عند الله نعم أخي الحبيب هذا الرجل الذي يبكي وهذه المرأة التي تبكي طمعا في جنة الله طمعا في المنازل التي أعدها الله للمتقين للأبرار للصالحين للصائمين لمن يبر أباه لمن يطعم المسكين فهو يبكي آناء الليل وأطراف النهار ويقول يا رب ارزقني جوار الحبيب محمد في الجنة يا رب ارزقني شفاعة رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وها هو عبد الرحمن بن عوف هذا الرجل كان من الأثرياء كان من الأغنياء كان من رجال الأعمال على عهد رسول الله لما مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن بن عوف إلى بيته أعد له مائدة الطعام عليها ما لذ وطاب من الشراب والطعام ومن الفاكهة فإذا به ينظر إلى الطعام على شتى أنواعه وعلى اختلاف مذاقه فإذا به يبكي وينتحف في البكاء أهله وزويه لا يعلمون لماذا يبكي عبد الرحمن بن عوف فقالوا هون عليك ما الأمر يا عبد الرحمن فقال لهم عندما نظرت إلى أصناف الطعام وإلى المال الذي عندي وإلى التجارة التي تحت قدمي تذكرت صاحبي مصعب بن عمير عندما مات مصعب لم نجد ما نكفنه به لم نجد كفنا له إلا رداء إلا رداء إذا غطينا رأسه ظهرت قدماه وإذا غطينا قدميه ظهرت رأسه لا إله إلا الله ماتوا هؤلاء ولم يستمتعوا بالطعام والشراب كما نستمتع نحن مات هؤلاء ولم يستمتعوا بالثياب ولم يستمتعوا بالذهب والفضة والحرير مات هؤلاء ولم يكونوا ملاكا للأطيان ولم يكونوا ملاكا لما أفاء الله علينا من النعم وإستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فإذا به يقول أخشى أن أكون ممن عجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا يا أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا القسم الثالث ألا وهو البكاء رحمة على ما تراه هذا الرجل يبكي على فراق الحبيب على فراق ولده على فراق أخا له على فراق حبيبا له فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رزق بالولد إذا به يحمل الولد ويطوف على بيوت الأنصار يطرق الباب من محمد بن عبد الله فيفتحون لرسول الله مرحبا برسول الله فيقول لهم هذا ولدي إبراهيم هذا ولدي إبراهيم إبراهيم بن محمد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فرح بولده فرحا شديدا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله حتى أنه كان يشمه وكان يضمه وكان يحتضره وكان يقربه إلى فيه ويقربه إلى أنفه فيشمه فيبتسم رسول الله ويستبشر الخير رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله ابتلي في من أحب مات ولده إبراهيم وعنده ستة عشر شهرا فلما مات إذا برسول الله يبكي فقال له ابن عوف وأنت يا رسول الله تذر في الدم كما نفعل نحن يا رسول الله قال يا ابن عوف إنها رحمة إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان النبي لا ينكر على الصحب الكرام أن يبكي هذا على حبيب الله أو أن يبكي هذا على فراق ولد له فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رجل فيجلس بين يديه ومعه ولد له وكان هذا الولد يجلس على حجر أبيه ثم يقوم من على حجر أبيه ويقف على ظهره ويضم أباه ويأخذه أبوه فيشمه ويضمه إلى صدره وفجأة غاب هذا الصحابي عن مجلس رسول الله فسأل النبي عنه ما للا أرى فلان ابن فلان الذي كان يأتي ومعه الولد قالوا مات ولده يا رسول الله قال مات ولده أرسلوا إليش فجاء إلى النبي فقال له رسول الله أتحبه أتحب هذا الولد قال أحبك الله كما أحببته يا رسول الله فقال له رسول الله أو ترضى أن يدوم لك حتى تموت أو ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك عنده قال بل لا آتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدي عنده يا رسول الله فقال الحبيب النبي لك ذلك لك ذلك فقال الصحابة هم جلوس أهذا له خاصة أم للناس عامة يا رسول الله قال بل للناس عامة بل للناس عامة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى موقفا يستدعي البكاء كان يبكي الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رأى مريضا وهو يشتد عليه المرض ويشتد عليه البأس كان يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يرى امرأة تصاب بالإغماء وتتكشف فدناء منها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تقول له يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني ادعو الله أن يشفيني ادعو الله أن يلبسني تاج الصحة والعافية يا رسول الله فقال لها النبي إن شئتي دعوت الله لك فعافاك من هذا المرض وإن أردتي صبرت على هذا المرض ولك الجنة قالت أصبر على هذا البلاء وأصبر على هذا المرض يا رسول الله ولكني أتكشف يا رسول الله فادعو الله لي ألا أتكشف رسالة لمن تشاهدني الآن نعم أقصدك أنت يا من تخرجين متعطرة يا من تخرجين متبرجة يا من ينظر إليك الرجال أقول لك هذه المرأة مع شدة مرضها كانت تعاني ربما من كهربة زائدة في المخ ربما من نقص أكسوجين كانت تصاب بالإغماء ما بين الحين والحين إلا أنها رضيت بالمرض ولكنها لم ترضى أن تظهر عورتها فقالت رسول الله يا رسول الله ولكني أتكشف فادعو الله لي أن لا أتكشف فدعا لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم تكن تتكشف بعد دعاء رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله طيب معنا اتصال السلام عليكم يا أستاذة ولاء السلام عليكم إزيك يا شيخ الله يصطرك أيوة يا شيخ معك يا أستاذة ولاء يا أهلا وسهلا بحضرتك أيوة لو سمحت يا شيخ أنا تعبنة بقالي فترة كل مرة دكتور يقول لي عندك حالة نفسية حاجات بيوجعني في جسم ويعملوا له إشاعات في الحالين وما يتمشى عنده أي حاجة في الجسم ما فيش أي مرض عضو يا أستاذة ولاء ربنا كلها بس خايفة أن أكون مؤسرة وما خدشش في جنة أو مكون مؤسرة مع ربنا يعني كل يوم بعد ما خلص صلاة العيشة أصلى عشر رقعات آآ آآ موضع على الأسكار موضع أن أصلى على النبي كل يوم موضع أن أصلى الله يا سلام كل حاجة بعملها بس بتجيلي حالة من الخوف كده أن أنا خلاص همد الوقت أن أنا خلاص عندي نقصة الأكسجين أن أنا خلاص رح أتطلع وما بيبقى وبعد كده بابقى حلو وطبعيش كل شوية الحالة دي تجيلي وابقى خلاص متوترة وعند توسر على طب كلما رفني دكتوري يقول لي عندك حالة نفسية وناس تاني يتقول لي ده أنت عندك سحر والسحر بان بالقرآن اللي أنت بيك بتطرفها وأنا عايز حاجات أنت تقولها لي حاضر أي سؤال تاني يا أستاذ أولاء حاضر أجيبك إن شاء الله أبشي طيب يعني الأستاذ أولاء بتقول لي أنها كلما ذهبت إلى طبيب قالوا لها أنت عندك مرض نفسي وذهبت إلى بعض المشايخ يتقاضون أجرا كبيرا جدا وهذا ما أعيب على بعض المشايخ الذين يعالجون بالقرآن أقول لكم اتقوا الله في هؤلاء الناس اتقوا الله في هؤلاء المرضى كم من فقير أصبح غنيا وكم من غني أصبح فقيرا والله الذي لا إله غير ولا معبود سواه ربما ظلمت هذا المسكين فدع عليك دعوة فاعلم تمام العلم أن الله يرفع هذه الدعوة على الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين عندما تأخذون آلاف الجنيهات ماذا تركتم للطبيب الذي يجري العملية الجراحية أنت تقرأ قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اتق الله يا أخي الحبيب واعلم تمام العلم أنك موقوف والموقوف مسؤول والسائل لك هو الله عز وجل هذه النصيحة الأولى لبعض المشايخ حتى الإمام أحمد بن حنبل يأتيه رجل من العراق فقال أستحلفك بالله يا إمام ألا أتيت معي فإن عندي أخت عندها مس من السح أو عندها مس من الجان قال والله يا أخي أنا مشغول بمدارسة العلم الآن ولكن خذ نعلي هذا وأريه لأختك فإنها تشفى إن شاء الله قال وتسخر مني يعني أتيك من بلاد العراق أقطع البيئة يا الوهاد والنجاد والجبال والسهول والأودية وأنت تقول خذ نعلي قال والله لا أضحك عليك ولا أستهزئ بك ولكن خذ نعلي وأريه لأختك فإنها تشفى إن شاء الله فلما أخذ الرجل نعلى الإمام وذهب إلى بلاد العراق فما إن رأى الجني هذا النعل حتى قال نعل الإمام أحمد بن حنبل في بلاد العراق والله لا أسكن العراق وشفيت بإذن الله فهذا الرجل على التو للإمام أحمد بن حنبل وقال أبشر يا إمام أبشر يا إمام الإمام لا يعرفه عنده تلميذ آلاف مؤلفة قال أنا الذي أتيتك واشتكيت من سحر أو من مس أو من المس من الجن لأختي وأعطيتني الحزاء قال نحن قوم خفنا الله فخوف الله منا كل شيء أما النصيحة الثانية لك يا أستاذ أولاء عليك بالصلاة عليك بأذكار الصباح والمساء عليك بما عهدناه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما تدخلين إلى مكان ما قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قول باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أكثر من الصلاة على رسول الله وأكثر من قول لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان ووله عندما تقول لا إله إلا الله يجري الشيطان والله يبشرني ويبشرك ويقول ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وإن شاء الله عليك بتنزيل الرقية الشرعية الخاصة بمشارب الراشد العفاسي واسمعيها جيدا في الصباح وفي المساء وعليك بقراءة سورة البقرة كل ثلاثة أيام إن شاء الله ستبرئين من مرضك من هذا المرض الذي تشتكين منه إن شاء الله طيب معنا الأستاذة نادية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويجاك عمنا خير يا شيخ ربنا يستورك يا أستاذة نادية أنت وأستاذ المشاهدين اتفضلي أمين يا رب وكن علي عند حضرتك سؤالين تحت أمرك عجل أعرف رأي الجين في جوجة حامل وبعدين جوجة هتعب فدخل المستشفى فإتحاجت دعني في المستشفى تعد جد علي في الزوجة دي أبغادت نفسها وابتشرت بجوجة في المستشفى وقالت له أن هي أبغادت وهو بكى وبعدها بكم شهر كده توفعه الله فطبعا إخواته جعلوا على أنها يعني كان هيبقى ليه جكرة وكده أو هيبكته عجل أعرف رأي حضرتك في رأي الجين في جاجة الموضوع تمام طيب الشؤال الثاني بقى حضرتك أختين كانوا وقفين في المطبخ بيعملوا أكلي يعني تمام فاشموا فاشموا الشباك المطبخ يعني إيه أصد الشباك المطبخ الشقة المجورة يعني فسموا الشت اللي هي في الشقة بتقول لبنتها بشوت عالي داي ما تقول بنتها عارف أزر التالي بتقول لها يا بنتي ده أنا شام مليحة الأكلة الصلانية جميلة جدا فالبنت ردت عليها بشوت عالي بقيت لها يا أمي نبقى نجيب ونعمل فاللوافة في المطبخ بتاني الأكل قالت أنا قالت لأختها أنا هبعد طبق يعني هامل طبق وديها فأختها قالت لها لحسن يفتكروك إن انت بتتسمت عليهم تمام إن أنا يعني ما يجروش تمام وصل السؤال يا أستاذة نادي أي سؤال تاني طيب الأستاذة نادي أبقوا رأي الدين يعني في زوجها حامل وأجهاضت نفسها وزوجها كان في المستشفى ومريض وبكى وبعد كده توفي أقول لهذه المرأة أنت ما السبب في هذا الإجهاض إيه السبب فيه يعني لا يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الإجهاض إلا في حالة واحدة إيه هي الحالة الوحدة إن خافت على حياتها ولا يقول لها هذا الكلام إلا طبيبة عندها دين ماهرة بفنون الطب تقول لها أنت عندي التسمم في الدم بسبب الحم ولا بد من إجهاض هذا الجنين الآن هذه هي الحالة الوحيدة التي أجاز فيها الفقهاء وأهل العلم الإجهاض للمرأة طيب غير هذه الحالات أنت قاتلة نعم قتلتي وستحاسبين أمام الله عز وجل فتوب إلى ربك قبل أن تقفين بين يديه لأنك أغضبت الزوج وأسخط عليك الزوج وأسخط عليك الرب وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأكثر من الاستغفار وأكثر من الندم وأكثر من البكاء بين يدي قيوم السماوات والأرض حتى يغفر لك الذنب إن شاء الله كانوا الأختين في المطبخ وبعدين عاملين طعام طيب وسامع الجيران بيشتهوا هذا الطعام كان من الواجب عليك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي إذا طبقت فأكثر المرق أو المرق ثم اعطي هذا الجار يعني كل واحد فينا طبعا كان الكلام ده زمان يا أخوانا يعني من الأربعينات والخمسينات اللي هم بيشاهدونني الآن يعلمون هذا الكلام جيدا كان هناك إذا أتى ضيف لمحمد سمير في البيت كان يذهب إلى جاره فيأتي بالطعام الذي عنده يعني ليس هناك طعام خاص بجار دون آخر لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا عندما جاءه ضيف فقال لبيوتاته هل عندنا من طعام؟ قالوا ليس عندنا إلا التمر والماء يا رسول الله سبحان الله رسول الله ليس عنده إلا التمر والماء فقال للصحابة من يضيف ضيف رسول الله فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله ثم ذهب به إلى البيت وقال لزوجته هل عندنا من عشاء؟ قالت والله ليس إلا طعام الصبية قال أنيم الأطفال ثم أتينا بالطعام وأطفئ السراج وسبحان الله آكل هذا الضيف ولم يأكل الرجل ولم تأكل زوجته ولم يأكل أولاده فعندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم له رسول الله ونزل فيه قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فكان من الواجب عليك أن تطعم الجيران يا أختاه لأن الكريم لا يضام طيب معنا أمو سعيد السلام عليكم ورحمة الله الله يسترك يا أم سعيد لو سمحت يا سيف أنا عايزة حاجة تقولها لي للوسوات اللي بجي لي وسوات كده على طول أن أنا مش عارسة تعبانا أن أنا كده يعني تمام وعايزة حاجة حضرة وأنا بالوقت حضرتك لو بصلي حس على طول ربنا أن تقابل صلاتي مش عارسة لي بدي عندي وسوات كده أن أنت بصلي بس ما وش نافع تمام وحضرتك لو أنا بكرأ الكرآن وهي الكلمات مبعرفش يعني أطلحها صح هو القرآن كده هيبطع لي ولا خلاص كده مش هيبطع لي ولا إيه حاضر يا أم سعيد أي سؤال تاني سؤال قرآن ألف يعني سبحان الله أم سعيد تسأل فتقول الوسوات وهو الوسوات القهري يجعل أنك لو ركبت هذه السيارة يعني ستموت لو أكلت هذا الطعام ستموت هذا الشراب به سم هذا وسوات قهري والسبب فيه الشيطان عليه من الله ما يستحق إني ابتليت بأربع ما سلت علي إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي أتدري أن الخلاص دائما وأبدا يا أم سعيد حافظي على الوضوء لأن الوضوء سلاح المؤمن وأن الرجل الذي على وضوئه والمرأة التي على وضوئها لا يدن منها شيطان ولا يوسوس لها هذا اللعين ودائما وأبدا عليك بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل طيب أنا بجلس الوسوس في الصلاة عم الشيخ أعمل إيه؟ النبي علمنا دعاء طيبا إذا أتاكي هذا الوسوس وأنت في الصلاة والصلاة مشت قبل وانت صلتي ثلاث ركعات أم أربع ركعات أقول لك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفلي عن يسارك سلاسا يعني تفل بلا ريق هكذا ثم تقولي أعوذ بك من شر حنزب أعوذ بك من شر حنزب أعوذ بك من شر حنزب وحنزب هذا شيطان الصلاة طيب أنا عم الشيخي الإسم رحمني قولي أعوذ بالله من شر شيطان الصلاة لا يقربك إن شاء الله وعليك دائما وأبدا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الحبيب النبي كان يبكي لأمر أهم ولأمر ألم به صلى الله عليه وسلم فهو الذي يسمع أن غلاما يهودي يحتضر وهذا الغلام كان يقدم ماء الوضوء لرسول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان رسول الله ليس ناكرا للجميل حاشاه حاشاه لأن الله قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم رسول الله قائد الأمة رسول الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله يذهب إلى خادم عنده يذهب إليه في بيته يطرق عليه الباب ويقول أين غلام فلان فيقولون هو يحتضر يا محمد فدنى منه رسول الله وجلس بين يديه فوجده أنه في سكرات الموت فإذا به يقول يا غلام أسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر الغلام اليهدي إلى أبيه ونظر إلى رسول الله فقال له أبوه أطح أبا القاسم أطح أبا القاسم فقال له رسول الله قل لا إله إلا الله كلمة أجفع لك بها عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات عليها فخرج النبي وهو يقول الحمد لله أنقذه الله بي من النار طيب معنا الاستاذة حياتة السلام عليكم ورحمة الله استاذة حياتة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركيه فضال يا استاذة حياتة أنا صراحة حلمت أن أحلمت بالديد حلمت بإيه بالديد الأبياد بالدود الابيض تمام انت تزوجت ولا لسه ان شاء الله ابشري ستلبسين ثوب الزفاف قريبا ان شاء الله ربنا ان شاء الله هزوجك بالزوج الصالح ان شاء الله ابشري اي سؤال تاني لا شكرا لنفسي ابشري ابشري يا استفايا ابشري يا بنتي سبحان الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا عن الرب العلي فيقول الله فيه وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع لعبدي امنين فمن خافني في الدنيا امنته يوم القيامة ومن امنني في الدنيا خوفته يوم القيامة انت يا من تخاف من الله انت يا من تراقب الله عز وجل اعلم تمام العلم انك في امان انك في ظل عرش الرحمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء احب الى الله عز وجل من اي شيء من قطرتيني ما هذه القطرة ولا من اثريني قال النبي فيهم اما القطرة الاولى فقطرة دموع من خشية الله يا الله عندما تنزل هذه الدمعة ليس شيء احب الى الله من هذه القطرة اي قطرة دموع من خشية الله عز وجل وقطرة دم تهرق في سبيل الله وهذا الشهيد الذي قتل دون ماله دون عرضه دون دينه وهو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله هذه القطرة احبها الله عز وجل في علاه اما الاثرين فاثر في سبيل الله واثر الى فريضة من فرائد الله قالها المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله اخي الحبيب الامام الاوزاعي هذا الامام العالم الزاهد التقي الورع كان اذا قام بليل بكى بين يدي قيوم السماوات والارض وهو اهل القرآن وهو اهل السنة وهو اهل الفقه وهو اهل الشريعة ومع ذلك يبكي طيلة الليل حتى دخلت جارة على زوجته اي على زوجة الامام الاوزاعي فدخلت الى مصلاه فوجدت ان مصل الشيخ به بلل فقالت لزوجته قاتلك الله اغفلتي عن الاولاد وعن الصبيان حتى بالوا في مصل الشيخ قالت والله ليس هذا بول الاطفال ولا بول الصبيان انما هذا بكاء الشيخ من خشية الله بالله عليك هل دمعت العين هل دمعت عينك في يوم من الايام طيب معنى امت الله السلام عليكم ورحمة الله فضالي يا امت الله انا ازاك يا فضرت الشيخ الله يسطوري اللي يسأل عندي تأسلها فضالي السؤال الاول انا واخده مبلغ من واحد يعني جريبي بس معظور جدا جدا وانا محلتيش ان اخد قرض من البنك تمام والسؤال الثاني طيب المبلغ ده اللي انت واخده من واحد خدتيه بفايدة ولا هترضيه قرض حسن لا ما انا هتطره هاخد له مبلغ من البنك بفايدة اه يعني مفيش باب غير انك تجيب له قرض وتسددين تمام السؤال الثاني بس هو ما جانليش بس لجي العذر بتاعه ومشاكل في البيت وضرب واهانة يعني حسا عايش في جحيني انا ما جدنيش ان انا اخد له قرض من البنك اتسدد اديان ده يعني امت الله ما فيش جمعية تعمليها بدل ما تروح للبنك طيب يمتى لا بيقاله ده حسن ما بيسخر ده حسن والجمعية بس حسن ده يعني طيب السؤال الثاني ما السؤال الثاني انا متزوجة واكتشفت ان جوزة اه يعني الله واعلم بيعاني من مرض نفسي او حاجة زي كده المهمة يعني بعد ما زوزت كده مشاكل وتقتل في الصلاة وفي الصيام وفي كل تحاجم واكتشفت ان هو عودش يعيان هل يجوز ان اطلب الطلاق وعلى طول من سعة يعني من جوزة ليها تلس سنين على طول يقوله طلبني طلبني الحجة تاني هو عودش عيال هو مش عايز اولاد تمام طيب بيأزيكي يا امت الله بيأزيكي بضرابك ضرب مثلا مبرح بيقولك شتائم اه هو بيشتم بس بيضربنيش هو بيشتم بس انا زعلان على زعلان على كيف يعني عامل المواين بصراحة شت الطرق عشان جلت العيال انا بقوله طلاق طلاق كل شوية ورغم مسادينة وعرفة ربنا وقوله طلقني طلقني انا هتطلق منك بسبب جلت العيال سؤالك الثالث يا امت الله اه وخايفة من حاجة واحدة هل استحمل واصبر وليه الجنة عشان سن كبير يعني الفرصة راحة بلاحية الزواج يعني فوق الاربين تمام يا امت الله السؤال الثالث السؤال الثالث اكيد نسكين عندي وطواس قهرين معرفش يا سبيل مثلا لو صليت على طول بعاني صليت كم ركعة جلت الفتحة لما جلت في الرقوع في السجود يعني بعاني مياه من سات ما بقيت في الصلاة وانا بعاني من وطواس قهرين حاضر اجيبك ان شاء الله تمام تفضلي يا امت الله امت الله بتقول ان هي اقترضت مبلغ من احد الاقرباء وما فيش باب للسداد الا ان تقترض اقول لك يا امت الله يعني لو ذهبت الى بعض الناس اللهم الجيران وعملت جمعية وقلت لهم انا هكبط هذه الجمعية يعني الاول وان شاء الله اسدد هذا المبلغ الذي علي والدين الذي علي ان شاء الله سيسدد الله دينك وهناك دعاء هدية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الهدية يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ابي امامة فوجده في غير وقت الصلاة مهموما حزينا فاذا به يقول ما الذي اجلسك يا ابا امامة في غير وقت الصلاة في المسجد قال دين الم بي وهم وغم وكرب وحزن يا رسول الله قال الا اعلمك كلمات اذا قلتها اذا اصبحت واذا امسيت سدد الله دينك واذهب همك وغمك وكربك وحزنك قال دلني يا رسول الله قال قل اذا اصبحت واذا امسيت قل خلف الان يا امت الله كل من عليه دين يردد خلف الان اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخر واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فيقول ابو امامة فيقول ابو امامة الذهاب الى القرض اللي هو كل قرض جرى نفعا فهو ربا اللي انت بتاخده من البنك اجازه في حالة واحدة وهو الابقاء على النفس او انني لا اجد بيتا اسطر به عرضي واولادي طيب معنا الاستاذة نادية سلام عليكم خير وعليكم السمامة حسنا وبركاته بيت أشيك حصلتك جدت ش tout ورزت الله الحمه داخل الجمعية مع واحدة قريباتها تمام وبعدين عند قبض الجمعية ايت لها خليها معاك عشان ايه ايت لها خليها معاك شوية perfekt تتسرفش. لان انا مخليها لحاجة مهمة. تمام. فابن الست. فابن الست دي. طبعا ايه والدتي ثابتها اربع شهور ست شهور. المهم. عندما جت اخدها ابن الست دي قال لها الجامعية هي. وخدي دور ارباح. قلت له ليه? قال لها عشان انا شغلت فلوسك ودي ارباع. فهي مردش تاخد منه. تمام. فلوس. قال لها ده دخلت خادت. ده عمتي خادت. قالت له لا ومردش تاخد منه الارباع وخالف الجامعية بس الوحدة ها كده. تمام يا سهزة نادية. اي سؤال تاني? وخدتها لا يا استاذ. لا يا حزر الشيخ. وحطتها في البيت وكل وخلت هديا كل ما حد يكون مزنوء ايه يطلب منها الفلوس. تدهالوا ويجعلوا لجوها. حتى بعض الناس تتخيلوا ان هي يعني ايه معها فويت كتيرة وكده رسمية كانت جامعية. تمام. شكرا. ربنا ارحم. موجودة يا سهزة نادية ولا توفيت. طيب. يعني سبحان الله نكمل ان شاء الله امت الله. متزوجة واكتشفت ان زوجي مريض نفسي وهو لا يريد اولاد. يعني سبحان الملك. انت يا من ترفض الاولاد. اقول لك لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. يهبوا لمي يشاء اناثا ويهبوا لمي يشاء الذكور. او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. او الاولاد نعمة. والله الذي لا اله غير ولا معبود سواه. لقد تركت علي محمد سمير في البيت مريض. وانا الان قلبي يتقطع. وربما ذهني مشتت. فاسأل الله ان يشفيه وان يشفي مرضى المسلمين. انه ولي ذلك والقادر عليه. الاولاد نعمة. الاولاد سند في الدنيا والاخرة. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اخي الحبيب يا من تستمع الي الان وترفض الاولاد. وترفض نعمة الذرية. اقول لك بينما الرجل يعذب في قبره. يرفع عنه العذاب. وترفع له درجته في قبره. فيقول يا رب باي عمل عملته انا. قالوا له بدعاء ولدك الصالح لك. فربما ينفعك الولد بدعوة طيبة. ينفعك عندما يكبر السن. ويحدود بالظهر. ويسقط الحاجبان. ويبيض الشعر. وتزورك الامراض. فلا ترفض هذا الامر. طيب انا ممكن اطلب الطلاق. ان اصر على الامر. فتطلبين الطلاق. ولكن انت قلت بانك كبير في السن. وانك تجاوزت سن الاربعين. فاقول لك الامر الثاني. وهذا هو الحل الذي اميل اليه. اصبري الصابر والشاكر من اهل الجنة. وعندها امت الله عندها وسواس قهري. يعني سبحان الله. ثالث سؤال يقولون باني عندي وسواس قهري. عليكم بالذكر. عليكم بالاستغفار. عليكم بالقرب من الله عز وجل. من كان الله معه. فمن عليه. يا اخي الحبيب. يا امت الله. يا اختاه. عليك بكثرة الصلاة على النبي. من اكثر من الصلاة عليه. كفاه الله ما اهمه. وغفر ذنبه. واعطاه ما تمنى. هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبا انا بصلي. وجاءني الشيطان. وقال لي. انا بصلي العصر مثلا. يا انت صليت العصر ثلاث ركعات. وربما اربع. اعمل اي يا عم الشيخ. ابني على الاقل. ثم قومي بعمل سيدتين. اسجد سجد تنساه. قبل السلام. هكذا علمنا الفقهاء. وتعلمنا من الفقهاء. اهل الدين ان شاء الله. الاستاذة ندية. يعني والدتها. رحمها الله. رحمة واسعة. هذه الام التي مضرب للمثل. في تحر الحلال. يعني كل جسم نبت من سحت. فالنار اولى به. هذه المرأة لا تأكل الا حلالا. عندما تركت الجمعية. عند قريبة لها. وجاءها ابنها. وقال خذي هذا المال. هو من الفوائد. وهذا ربح. وانا اشركت المال ده في تجارة. ان كانت تعلم بهذه التجارة. ووافقت عليها. فهذه مرابحة. ان لم تحدد المبلغ. يعني ايه يا عم الشيخ. يعني انا سبت الف جنيه. عندي زين من الناس. وبعد كده. قال لي انا هدخل الالف جنيه ده في شغلي. وليك في الشهر. مجنيه. هذا رباء. طيب انا هدخله في شغلي. واللي ربنا يجود به. فهذا من المرابحة. وليس من الرباء ان شاء الله. وسبحان الملك. يعني ام الاستاذة ندية. رحمها الله. رحمه وسعه. كانت تجعل هذا الدين. يعني في تفريج الكرب عن المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم. يضرب المثل. لصحابة رسول الله. فيقول. كان رجل في من كان قبلكم. كان يبايع الناس. وكان يأتي لغلمانه. ويقول. انظروا الموسر. وتجاوزوا عن المعسر. ان لم عافلوا السبوه. سدد برحته. والذي ليس معه المال. تجاوزوا عنه. ولم يعمل خيرا قط. غير هذا. فلما جئ به يوم القيامة. وزنت الحسنات. وزنت السيئات. فاذا بالحسنات تطيش. واذا بالسيئات تكون كثيرا جدا. فقال ربنا. هل بقي من عمله. من شيء. اي من عمل الصالح. قالوا يا ربنا. كان يبايع الناس. وكان يقول لغلمانه. يسروا على الموسر. وتجاوزوا عن المعسر. فقال ربنا. نحن اولى بهذا منه. تجاوزنا عنه. ادخلوه الى الجنة. فهنيئا لها الجنة. ان شاء الله يا استاذ نديا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. مالك بن دينار. يضرب المثل في البكاء من خشية الله. كان شرطي من شرطة بني العباس. كان يشرب الخمر. كان سكيرا. كان ظالما. كان يخاف الناس. فيتركون له الطريق. يعني لا يدنون منه. ولا يقتربون منه. ولا يخالطونه في المجالس. فاذا به يتزوج بامرأة صالحة. والدنيا متاع. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا متاع. وخير متاعها. الزوجة الصالحة. فاذا بها تأمره بالخير. فلا يفعل. تأمره بالمعروف. فلا يفعل. تأمره ان ينتهي عن المنكر. فيفعل المنكر. فاذا به يرزق ببنت. يقول رزقت ببنت اسميتها فاطمة. كانت كفلقة القمر. كبر سنها. وكان عندها سلاث سنوات او خمس سنوات. وكانت تأتيني وانا امسك بكوب الخمر. فتضرب الخمر من يدي. وتقول عيب عليك يا ابي اتق الله. عيب عليك يا ابي اتق الله. يا من تجلس امام الافلام الاباحية. والسبكات العنكبوتية طيلة الليل. ويدخل عليك الاولاد. فيرون هذه المناظر المشينة. عيب عليك اتق الله. يقول وانا لا انتهي. حتى عدت من عملي في يوم. فوجدت زوجتي تبكي. قلت لها ما يبكيكي. قالت ماتت فاطمة. قلت فاطمة. قالت ايه وربي. قال فدفنتها. ثم عدت الى بيتي حزينا. اوحى الي الشيطان. ووسوس الي الشيطان. ان اسكر في هذه الليلة. فسكرت سكرة لم اسكر مثلها قط. فرأيت فيما يرى النائم. كأن القيامة قد قامت. وكأن الناس في عرصات القيامة. والمنادي ينادي. فلان ابن فلان. هل ام الى الحساب. فلان ابن فلان. هل ام الى الحساب. ثم نودي علي. مالك ابن دينار. هل ام الى الحساب. قال ففزحت. وبينما انا في طريقي امشي. وجدت ثعبانا عظيما. يقصدني من بين الناس. فجريت منه. حتى وجدت رجلا كبير السن. قلت له ايها الرجل الطيب. صاحب الوجه البشوش. انقذني. قال والله لا استطيع يا ولدي. قال فجريت. حتى وصلت الى شفير جهنم. وهممت ان ارمي بنفسي في جهنم. فسمعت المنادي يقول ارجع يا مالك فانت لست من اهلها. فعدت الى الشيخ الكبير. وقلت له انقذني او دلني على من ينقذني. قال عند هذا القصر. قال فذهبت الى القصر. ووجدت عنده غلمان صغار. ووجدت عنده اطفال صغار. فاذا بي اجد فاطمة. تقفز من شرفة. وتقف بيني وبين الثعبان. واشارت للثعبان بيدها ان انصرف. فانصرف الثعبان. فقلت لها يا بنيتي. ما هذا الثعبان. قالت هذا عملك السيء يا ابي. هذا شربك للخمر. هذا ظلمك للناس. هذا الاعمال. هذه الاعمال التي كنت تفعلها. وتغضب بها رب الارض والسماء يا ابي. قال وما هذا الرجل الطيب. الذي عجز ان يدافع عني. قالت هذا عملك الصالح. اهملت في صلاتك. اهملت في قرآنك. اهملت في مناجاة ربك. اهملت في خشيتك من الله. في خوفك من الله. ثم وضعت يدها على صدري وقالت. الم يأني للذين امنوا ام تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الم يأني للذين امنوا ام تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال بل انا يا بنيتي بل انا يا بنيتي. وقام من نومه على اذان الفجر. الله اكبر الله اكبر. الصلاة خير من النوم. قال فاغتسلت وذهبت الى المسجد. وبينما قرأ الامام الفاتحة حتى تلاها بقول الله تعالى الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يا اخي الحبيب تب وارجع الى ربك. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم هيئ لمصر من امرها رشدا. اللهم من اراد بلدنا بخير فاعنه عليه ووفقه اليه. ومن اراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره. واجعل كيده في نحره. واجعل كيده في نحره. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. وبعد الموت جنة ونعيمة وملكا كبيرا. دمتم في امان الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله.